بعد أن أصبح خيار المواجهة العسكرية مطروحا بسبب فشل مفاوضات سد النهضة رصدت مواقع متخصصة في الشؤون الأمنية والعسكرية واقع الجيشين المصري والإثيوبي خلال العام الجاري وقارن موقع جلوبر فاير باور بين الجيشين في عدد من النقاط من بينها أولا من حيث تصنيف الجيوش تأتي مصر في مرتبة متقدمة في المرتبة الثالثة عشر أما إثيوبيا فتأتي في المرتبة الستين يبدو أن الفارق ليس بقليل هذا على مستوى تصنيف الجيوش على مستوى العالم من إجمالي الجيوش على الأقل التي صنفت فيه وفقا لهذا الموقع مئة وأربعين دولة إذا ذهبنا إلى نقطة أخرى عدد القوات المسلحة في كلا الجيشين مصر لديها ما أكثر أو ما يقرب من أربعة وخمسين ألف جندي فيما يعرض بالقوات النظامية أي القوات المسلحة المصرية أما إثيوبيا فلديها ما يقرب من مئة واثنين وستين ألف جندي في القوات النظامية في القوات العاملة القوات المسلحة أما فيما يعرض بقوات الاحتياط التي تستدعيها الجيوش والدول في حالات الحروب فتقترف في مصر من نصف مليون جندي أقل بقليل بعشرين ألف ربمية وثمانين ألف جندي من قوات الاحتياط إثيوبيا ليس لديها قوات احتياط من الأساس فيما يخص القوات شبه العسكرية وهي ما يعرض بالقوات الشراطية الأمن المركزي في مصر ما يقرب من أربعمائة ألف جندي فيما يعرض بقوات الشبه العسكرية أما إثيوبيا فليس لديها أيضا قوات شبه عسكرية هذا من حيث عدد القوات في البلدين أو في الجيشين أما عن القوات الجوية وهي أصبحت مؤثرة الآن في العالم الطائرات الحربية لدى مصر ألف وثلاث وخمسين طائرة حربية أما لدى إثيوبيا من طائرات حربية اثنان وتسعون فقط الطائرات المقاتلة مئتان وخمسون لدى مصر أربع وعشرون طائرة لدى إثيوبيا المقاتلات المتخصصة والتي تستخدم في ضرب مواقع بعيدة والطيران لمسافات طويلة وتستخدم في الأعمال الهجومية فلدى مصر ثماني وثمانون طائرة مقاتلة متخصصة لا يوجد هذا النوع من المقاتلات المتخصصة لدى إثيوبيا حسب هذه المواقع فيما يخص المروحيات يبلغ عدد المروحيات لدى مصر ثلاثمائة وأربعة مروحيات أما لدى إثيوبيا ثلاث وثلاثون مروحية عدد الهليكوبتر الهجومية واحد وتسعون لدى مصر ثمانية أو ثمانية أو ثمانية أو ثمانية هليكوبتر هجومية فقط لدى إثيوبيا نذهب إلى بند آخر فيما يخص مسألة الجيوش المدرعات الدبابات في مصر وصلت إلى ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمس وثلاثين دبابة أما في إثيوبيا فقط ثلاثمائة وخمس وستين دبابة المدرعات العربية التي تحمل الجنود وما شابهها لدى مصر ما يقرب من أحد عشر ألف مدرعة لدى إثيوبيا فقط مائة وثلاثون مدرعة أما فيما يخص المنصات الصاروخية فلدى مصر ما يقرب من ألف ومائتين وخمس وثلاثين منصة صاروخية في هذا السياق لدى إثيوبيا مائة وثمانون منصة صاروخية فقط أذكركم أن المصدر هو جلوبر فاير باور المتخصص في رصد يعني أحجام القوى بين الجيوش على مستوى العالم القوات البحرية القطع البحرية لدى القوات المسلحة المصرية تصل إلى مائتين وستة عشر قطع بحرية معروفة أن إثيوبيا دولة حبيسة فليس لديها من الأساس قوات بحرية البعض يتحدث في الفترة الأخيرة أنها في العامين الماضيين استطاعت أن يكون لها بعض القطع البحرية وأن تقوم باستئجار موانئ في دول أخرى لكن هي في الأساس دولة حبيسة ولم تكن تهتم أساسا بمسألة القوات البحرية هناك فيما يخص حاملات الطائرات لدى مصر إثنتان من حاملات الطائرات لديها ثماني غواصات مصر بالطبع وفي الفرقاطات لديها ما يقرب من تسعة في فرقاطات هذه هي القوات البحرية ما بين الدولتين مرة أخرى إثيوبيا ليس لديها قوات بحرية معتبرة بسبب أنها دولة حبيسة لا تملك موانئ ولا شواطئ على البحار أو على المحيطات مرة أخرى المصدر جلوبر فاير باور هل هذه الأرقام تعني أن دولة من الممكن أن تازم دولة أخرى لا قد ظلها في حالة نزاعات البعض يقول الأمور لا تسير من الأساس بهذا الشكل